السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس يارب حضراتكم تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال ربنا يتقبل مننا جميعا الصيام والقيام وقراءة الكرآن ويجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا بتجيلنا أسئلة كتير تتعلق بفتاوى الصيام وخصوصا ما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته في نهار رمضان هنتكلم النهاردة باستفادة وبتفصيل أكتر في الموضوع ده مع فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاءة المصرية أهلا وسلام بحضرتك أهلا وسلام بحضرتك دكتور محمد المتشرفين موجود حضرتك معنا وموضوع بيجي لنا فيه أسئلة كتير جدا ما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته في نهار رمضان وضوابط العلاقة دي وبعض الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل والناس حابة تسأل فيها يعني بداية كده ربنا عز وجل إيه اللي أحلهولنا فيما يتعلق بالعلاقة مع الزوجة وإيه اللي حرموا علينا في نهار رمضان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده وبعد الصيام عبادة وركن من أركان الإسلام الخمسة والصيام يعني الامتناع عن بعض الأشياء التي طلب الشرع الشريف الامتناع عنها من هذه الأشياء التي طلب الشرع الامتناع عنها في فترة الصيام التي هي من أذان الفجر إلى أذان المغرب العلاقة الزوجية ثم إن الشرع الشريف حينما يطلب شيئا فإنه يعني يمنع بعض الأشياء التي قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام يعني هو لم يمنع الحرام فقط وإنما قال مقدمة الحرام حرام مثلا في تحريم الزينة مثلا قال ولا تقربوا الزينة فمقدماته أيضا محرمة لما طلب الشرع الشريف الامتناع عن المفطرات الطعام والشراب والعلاقة الزوجية طلب من الإنسان أن يأخذ الحيطة والحذر يعني قبل أن يقدم على الشيء لذلك حتى مثلا الشرع الشريف منع من التقبيل مثلا الذي قد يؤدي إلى الوصول إلى الحرام لذلك فالصيام لا يصح إلا إذا امتنع الإنسان عن المفطرات التي منها العلاقة الزوجية والعلاقة الزوجية هنا تعني العلاقة الكاملة الجماعة هذا إذا تم يفسد الصوم فالشرع لا يتوقف عند هذا الأمر ويقول لك أو يقول إن صائم يحرم عليه الجماعة فقط ويقول بل إنه يوسع الدائرة فيقول يا أيها صائم خذ بالك كل ما يؤدي إلى إفساد الصوم ابتعد عنه فالعلاقة بين الزوجين هي علاقة الأصل فيها الحل إلا إذا جاء الشرع فقيد ذلك مما قيده الشرع هو العلاقة أثناء فترة الصيام بحيث يمتنع الإنسان عن هذه العلاقة حتى يصح صوبه طيب برضو عشان نكون يعني نتعلم الموضوع ده إيه كفارة الجماعة في نهار رمضان بحيث إن كل واحد مننا يبقى عارف إنها حاجة كبيرة فيمتنع عن ده أو يأخذ الحيطة والحذر زي ما حرك بتقول كل ما يؤدي إلى إفساد الصيام يجب على الإنسان أن يتجنبه ولا يجوز له أن يقدم عليه بتعمد لذلك العلاقة الزوجية مع أنها في الأصل حلال إلا أن الشرع حرمها في فترة الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل الوقوع في هذه الفعلة أو في العلاقة الزوجية في فترة الصيام حرام لماذا؟ لأنه سيفسد الصيام حتى الشرع الشريف أو الفقهاء يقولون فيه انتهاك لحرمة الشهر فمن فعل ذلك عامدا عالما بأنه في فترة الصيام لم يقم به عذر من سفر مثلا يعني لم يكن مترخصا بالإفطار بسبب السفر أو مرض أو ما شابه ذلك فهذا حرام لا يجوز طب ماذا بعد هذه الحرمة؟ الصوم قد فسد فيجب قضاء هذا اليوم يبدأ أول أمر أنه يجب قضاء هذا اليوم فيما بعد الأمر الثاني لابد من الكفارة والكفارة هنا مخاطب بها الرجل الكفارة على الرجل لا على الزوجة الزوجة واجب عليها الاستغفار والتوبة وقضاء اليوم فيما بعد فقط أما الرجل فهو المطالب بالاستغفار والتوبة والقضاء والكفارة طيب الإثم يشترك فيه الاثنين؟ يعني لو ولا الرجل بس عشان كده هو اللي عليك كفارة؟ لا هو دائما الإثم الإثم بمعنى الذنب أيها والحرمة والمحاسبة يوم القيامة اللي لم ياتب الإنسان منها هذه الحرمة مرتبطة بقصد الإنسان وعلمه القصد والعلم بحرمة الشيء بغض النظر عن فيه كفارة لا لا في بعض الأشياء هي حرام على كل طرف لكن لا توجد فيها كفارة يعني فلنفترض أن زوجها مثلا هو اللي أكبرها على دفنها الرمضان خلاص هي معليهاش حاجة لكن هو هنا صحيح اللي عليه الإثم هو عليه الإثم لأنه هو الذي انتهج حرمة الشهر فأفسد صومه وأكبر الطرف الآخر على إفساد الصيام يبقى الزوج هو عليه الكفارة والقضاء الزوجة عليها القضاء فقط والطرفين عليهم الاستغفار والتوبة إذا تم ذلك بالاختيار أما إذا كان فيه إكراه للزوجة أو إجبار فيبقى هي عليها القضاء فقط لا إثم عليها ويتحمل الزوج المسئولية كاملة طيب الكفارة بقى أي بالنسبة للزوج الكفارة كما جاء في الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عدق رقبة وهذا غير موجود دلوقتي ننتقل إلى البدل صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع الإنسان فتكون الكفارة بعد ذلك بإطعام ستين مسكين إطعام ستين مسكين لو نخرج مال در الإفتاء قالت إن الحد الأدنى عشرين جنيه فيبقى عشرين في ستين هيبقى ألف ومتين ده الحد الأدنى جمهور الفقهاء يقولون الكفارة على هذا الترتيب عدق رقبة ثم إذا لم يجد أو هذا الواقع يعني فصيام شهرين متتابعين فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكين عند جمهور الفقهاء ليست اختيارية يعني لازم بالترتيب كده بالترتيب فما يجيش واحد يقول أنا قادر على الإطعام فخلاص أنا بقى هفسد مثلا صيام يومين ثلاثة ولا ما فيش مانع من الكفارة لا الصيام وهذا عند جماهير الفقهاء بعض الفقهاء قالوا لا الكفارة على التخيير ليست واجبة بالترتيب لأن وردت رواية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها التخيير ولذلك فالإفساد حرام الكفارة واجبة إذا تم الإفساد وهي كما قلنا صيام شهرين متتابعين إذا استطاع الإنسان إذا لم يستطع فإطعام ستين مسكين جميل طيب نقطة تانية حضرتك وتذكرتها في مجمع الكلام حضرتك يعني ما يتعلق لو أنا مثلا عندي رخصة معينة وافطرت هل هنا أقدر أعمل أي حاجة من المباحات اللي هي يعني الصيام محرام عليه زي العلاقة الزوجية الأكل والشرب والكلام ده خلاص كده كده هيكل ويشرب لكن هل العلاقة الزوجية برضو خلاص بقت مباحة ليا ولا هنا برضو لازم أمتنع عنها امتثلا لحرمة الشهر العلاقة الزوجية المنع منها إنما هو بسبب أن الإنسان صائم ليس لمجرد أن إحنا في شهر رمضان وإنما لأن الإنسان صائم هي مباحة ليلا أيها مع أننا في شهر رمضان هي مباحة للمسافر إذا أفطر مباحة للشخص الغير صائم لعدم قدراته على الصيام مثلا فهو مباح له الأكل ومباح له الشرب فخلاص هو ليس صائم فليس مخاطبا بهذه الأحكام إنما تجب الكفارة كما يقول الفقاء تجب بجماع أثم به أثم يعني فعله وهو محرم بسبب الصوم حيث لا عذر ولا شبهة يعني إيه لا عذر ولا شبهة الشبهة يعني شخص مثلا ظن أن الفقر لم يؤذن أيوة فجاء مع زوجته ثم إذ بهم اكتشفوا أن الفقر قد أذي هذه شبهة شبهة دخول الوقت فهي بدي حكمها إيه برضو حكمها الصيام غير صحيح لكن لا كفار يعني لا يوجد تعمد لا يوجد تعمد لا يوجد تعمد لانتهاك حرمة الشهر جميل مثلا العذر بالنسبة للمسافر المسافر الشرع الشريف أذن له في الإفطار قال له مباح لك الإفطار فأفطر بسبب السفر أخذ بالرخصة ثم بعدما أفطر فله الأكل له الشرب ومباح له العلاقة الزوجية فالعلاقة إنما تحرم إذا كان الإنسان مخاطبا بالصيام وفعل ذلك وهو صائب أما إذا أخذ بالرخصة لعدم صيامه فلا حرج عليه ولا كفارة وليس أصلا هو ملزم بأن يكمل اليوم صيام لأنه أصلا ليس على صيام طيب ما يتعلق بالكفار لو حد مثلا جاء الله حضرتك كده والله أنا ولا أقدر أسوم الستين يوم ولا حتى معي فلوس أطلع حتى يعني إطعام الستين مسكين أعمل إيه؟ هنعمل اللي حصل في الشخص اللي جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هلكت قال ما لك إيه اللي حصل قال وقعت على زوجتي في وأنا صائب اللي هو في نهار رمضان الجماعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين أو هل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال لا فسيدنا النبي ساب يعني جلس كده في جنب وسيد النبي أخذ الحديث مع الصحابة يقول الراوي سيدنا أبو هريرة فبينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء الرجل بعرق فيه تمر العرق يعني حاجة وعاء يحمل حوالي 28 كيلو جاء بالوعاء فيه تمر فسيد النبي قال أين السائل فين يسأل اللي هو له أدر على عطق رقبة ولا صيام ولا إطعم ستين مسكينا قال أنا يا رسول الله قال أخذ هذا فتصدق به يعني الله كفار الله قال يا رسول الله أتصدق على أفقر مني ده أنا أفقر واحد ما فيش حد غير كده يعني أدنى مني مستوى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية يعني ثم قال خذه فأطعم أهلك به فيبقى من هنا أخذ الفقاء أن الإنسان إذا استطاع الكفارة يكفر إذا لم يستطع وساعده أحد الأشخاص فالحمد لله رب العالمين إذا لم يستطع ولم يساعده أحد خلاص يبقى لا شيء عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل ده متأخر عن الأمر الأول المهم جدا التوبة والاستغفار وقضاء اليوم التوبة والاستغفار لأن ده فعل خطأ فعل يعني مما يعد من الكبائر كمان يعني يبقى حاسس أنه هو فعلا ارتكب حاجة كبيرة في الوقت ده يعني في نهار رمضان اللي هو ليه حرمة فلازم أحسس الإحساس ده صحيح طيب برضو سؤال آخر الكفارة حضرتك أكدت لنا هي على الزوج فقط الكفارة على الزوج فقط المرأة لا كفارة عليها وجمهور الفقهاء أو من الفقهاء كشافعية مثلا الذين قالوا بأنها على الرجل فقط قالوا لأن سيدنا النبي خاطب الرجل فقط ولم يخاطب المرأة يعني ما لهاش تعمل كذا أو كذا ولذلك فهي الكفارة مخاطب بها الزوج يخرجها ومع الاستغفار والتوبة أما الزوجة فعليها القضاء فقط قضاء اليوم والاستغفار والتوبة جميل أم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضرتك من فضلك هو بالنسبة لذكاة الفطر هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة سامعين حضرتك قولي سؤالك هو بالنسبة لذكاة الفطر هو أنا عايش معي والدتي وابني والدتي بيجي لها معاش بسيط والدتك وابنك أيوة والدتي معاش بسيط يعني أدوية وكده وابني الحمد لله هم بيشتغل بس أنا اللي بصرف على البيت كأكل يعني بس هم اللي هم مصروفهم فيا ترى أنا زكاة الفطر ممكن أنا أطلعها ولا هم طبعا كل واحد عايز يطلعها ولا ممكن أطلعها عنهم ولا كل واحد طلع عن نفسه بس سؤال بعد إذنك في حاجة تانية بقى معزم أولى بالناس فاكر أن زكاة الفطر دي زي زكاة العادية للفقراء بس ما عرفوش أن اللي عنده كوتيومو اللي هو حتى الفقر اللي واخد زكاة الفطر ممكن يطلعا منها فياردت نبهه بالحكة دي بس شكرا جزينا لك يا أمو محمد الشيخ هيجاوب على حضرتك بالنسبة للجزء الأول إخراج الزكاة عن الأم أو عن الإبن لا مانع يعني هو أمر جائز الأصل في الزكاة أن يخرجها الإنسان عن نفسه أن يخرجها الإنسان عن نفسه ده الأصل في الزكاة أنا معايا إمكانية أنا كابن فأخرج الزكاة والدتي عندها إمكانية تخرج الزكاة الزوج يخرج عن نفسه وعن زوجته وأولاده وهكذا فلو الأم لها مال وتريد أن تخرج الزكاة نتركها تخرج الزكاة حتى تحس يعني بحلاوة العبادة إذا أرادت البنت أن تخرج عن أمها وعن ابنها والأمر يعني لا إشكال فيه بينهم كأسرة والأم والابن على علم بذلك وخلاص رضي بهذا لا مانع منه هذا جائز شرعا ولا حرج فيه طيب هيا إذا توجه فيما يتعلق بموضوع زكاة الفطر وأنها يعني المقياس اللي نقول فيه أن ده مستحق لزكاة الفطر من عدمه هي كأن كلام السئلة الكريمة بيتجه إلى اتجاههم اتجاه هو مين اللي هيطلع زكاة الفطر أيوة واتجاه آخر أنهادها المين مين هياخد زكاة الفطر أيوة فأما مين اللي هيطلع زكاة الفطر جمهور الفقهاء يقولون الذي يمتلك فائضا فائضا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وللته لأن هي مسألة زكاة الفطر ما هيش إغناء لشخص مثلا لحياته كلها وإنما هي فيها نوع من التكافل في يوم العيد وللته العيد بحيث أن الإنسان يجد ما يكفيه في هذا اليوم ولذلك فكل من معه مال فائض عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته له أو عليه أن يخرج زكاة الفطر طبعا إذا كان معه ما يساوي يعني لو قلنا 30 جنيه عن الفرد والشخص معه فعلا ما يساوي هذا القدر خلاص يخرج زكاة لأن فيها نوع من التكافل ونوع من التعاون طيب الزكاة دينا أديها المين مصارف الزكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة المال يعني أديها للفقراء أديها للمساكين للغارمين الفقراء والمساكين هم الأشخاص الذين لا دخل لهم أو لهم دخل لكنه لا يكفيهم ولذلك ممكن نجد شخص يأخذ زكاة الفطر ويخرج أيضا هيأخذ لكونه فقيرا الناس هتعطيه ثم إذ به يجمع أشياء فنجد أنها تزيد عن حاجته وحاجة أولاده مثلا في يوم العيد ولدته فهيخرج ولذلك هم يقولون هي زكاة أبدان عن أشخاص لا علاقة لها بصيام أو غير صيام فتخرج عن كل من هو موجود في البيت فالفقير يمكنه أن يخرج فتعطى للفقراء المساكين الأشخاص اللي عليهم دين أيضا وهم غير قادرين على سدادها أيضا ممكن إعطاهم من هذه الزكاة جميل جدا أم نور سلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسلام يا منور اتفضلي عامل إيه حضرتك الحمد لله بخير اتفضلي ممكن أكلم الشيخ مع حضرتك اتفضلي والسلام أنت طيبين وحضرتك طيبة بقول لحضرتك يا شيخ أنت دلوقتي بيدقول مثلا الواحد اللي بيطر جماح في رمضان تنقل يطرم ستين مسكين أنا دلوقتي أنا معي فلوس بس معي أولادي بيأخذوا دروس وكده فالزيدي أنا بقول إن أنا معي أطلع انطلحت الشيخ قبل كده قال لي أنت يعني عاليومين ألفين وربعمل جنيه فهو ما الصراحة أيوة أنا معي زيادة بس أنا شايل لهم مثلا إن أنا لو عزت حاجة الولادي شايل لهم اللي بعد كده مولادي يكبر إن شاء الله بس يا منور الشيخ دكتور محمود دلوقتي بيين وقال إن حتى الكفارة دي مش عليك أنت على الزوج ماشي ما هو أنا والزوجي واحد أنا خالص عليه برضو أنا بقول له أنا عزت أنا وأنت في الجنة ربنا يبارك لكم في بعض يا رب يا رب الله المهمين فأنتي بتقولي معاك الألفين وربعمية ولكن محتاجاهم في دروس الأولاد ونفقات وكده ومعي زيادة برضو الحمد لله بس في جنة مبارح رحت المسكة يعني كل بيت فزأت بلح يعني إحنا كان عندنا في البيت بلح يا عشان إحنا فزأت بحينه وكده ففزأت على كل بيت فأنا معرفش هو عن كده أكملوا ستين مسكين ولا ما أكملوش أنا معرفش فكيف بقى من كده يا كانت من الحكام ربنا على زوجي بصق راحة حبيب تسألها الوقت؟ حضرت إني حضرتك كان حماسي لا أول سؤال أولا أه سؤال الثاني حضرتك أنا حماسي ستة كبيرة ما بتقومش من على السريج أنا جايبها لها شوية ترابة بقولها تيما معلومة ماما بغية وصلي وانت عادة مكيانة أنا مش عارسة كده حرام ولا آيان حاضر معرفش ممكن فالأخير ماش تحت عمرك تفضلي وقتها شعرتك تفضلي فالشيخ بيقرأ الفاتحة فالما رح تقرأ وراه مش عارسة ده حرام ولا حلال وشكرا أن قدثنا وانتو الطيبين ويا رب يعود عليكم شكرا جزيلا حريك شرفتنا ونورتنا والله طيب ما يتعلق بالسؤال الأول والكفارة الجماع وانه هم يعني تقول على قد النفقات وكده بس بابدو قالت معاهم يفيد شوية لا وانا عايز اوجه رسالة للسائلة ان الرخص لا تناطب المعاصي يعني الجماع في النهار الرمضان ده معصية ومع المعصية لا تأتي رخص يعني لا يأتي تخفيف من الشرع فيما بعد وانما انت اخطأت عليك كفارة انسان حلف يمينا فرجع في يمينه عليه الكفارة انسان استطاع الحج يجب عليه الحج معه مال يفي بالزكاة لا بد من اخراج الزكاة وهكذا في خطأ حصل في حرمة حصلت في كبيرة حصلت في انتهاك لحرمة الشهر فحتى لو معي اموال ممكن تؤثر شوية لا انا اطلع الاموال حتى اطهر نفسي من هذا الخطأ فكرة بقى يعني الادخار للمستقبل ده بيد الله سبحانه وتعالى بس ما يكونش علي يدين لان كده الظمة مشغولة ضمة الزوج مشغولة بالكفارة والكفارة لماذا سميت كفارة يعني برضو عشان تبقى عشان نفهم صح لماذا سميت كفارة سميت كفارة حتى تغطي وتستر الذنب الذي تم وانا لو ما طلعتش كفارة يبقى الذنب كما هو لو انا حابب الذنب يستمر كما هو وتحسب عليه من القيامة خلاص ما طلعش كفار طب حابب اننا اتوب واستغفر وربنا يمحوا عني هذا الذنب ويستره ولا افضح به ولا وحاسب عليه يبقى علي بفعل الكفارة بعد كده الارزاق بقى بيد الله سبحانه وتعالى والاولاد تأتي نفقتهم حسب المتيسرين جميل طب السؤال التاني موضوع ان حماتها ستة كبيرة وهي بتجيب لها تراب تتيمم منه كده هو التيمم يجوز عند العجز عن استعمال الماء لو انسان كبير انسان مريض مش هيقدر يستعمل الماء في الوضوء او في الاغتسال فيتيمم التيمم الاصل فيه انه على التراب اذا استطاع الانسان ذلك طب يمكن البديل او بدل التراب ممكن رمل مثلا ممكن حجارة ممكن على الحائط ممكن على الارض فكل هذا من الاشياء التي يمكن الانسان ان يتيمم عليها فلو جاب التراب مفيش مانع لو كان ده ممكن يعمل عدم نظافة في المكان ممكن تكتفي بحجر مثلا او على الحيطة عند كل وضوء او عند كل صلاة يعني تتيمم ضربتين بالكفين الايد الضربة الاولى تمسح بها وجهها الوجه والضربة الثانية تمسح بها الكفين بعض الفقهاء قالوا لا نمسح لحد المرفقين كأننا بنتوضى فيعني عند جمهور الفقهاء يكفي مسح الكفين طب لو حد ما يقدرش ممكن احنا اللي نمسح له يعني مثلا احنا اللي نضرب ونمسح له لو حد غير قادر على هذا ممكن الموجود يساعده في الوضوء او يساعده كذلك في التيامم لو عجز عن الوضوء او عن التيامم جميل جدا المشاهدين احنا ننح له فاصل قصير ونرجع نكمل خليكم معنا راست بات مفروض ان هي زكاعة لدهب راست بات يعني بات جزء عشان ما تفعل زكاعة وحسدت على سعر اللي انا بات بيه لان الدهب كل يوم بيغلق فحسدت على السعر اللي انا بات بيه راست انطلعت بك هل المفروض بقى ما يغلق طلع الفرق طيب ده برضو سؤال مهم جدا هو انت حضرتك باعت الدهب اصلا باعت جزء عشان تطلع منه لا انا باعت جزء هدفع منه الزكاعة يعني عايز اكمل فلوس الزكا فباعته بسعر فبتقول السعر ده ممكن يكون زاد فهل تطلع على السعر اللي باعت بيه ولا السعر دلوقتي واصل السؤال الثالث السؤال الثالث اتفضلي انا ان شاء الله هكفل طفل هل لو كفلت ولد يبقى حرام هتكفولي طفل اه طيب ايه مفهوم حضرتك عن الكفالة هتعملي ايه طيب عشان برضو الدكتور يوضح لحضرتك بالزبط لا انا ماشي في الاجراءات بس ان شاء الله يعني ان انا وياخد ولد يكون عنده سنتين ايوة انت مفهومك ايه عن الكفالة حبة تعملي ايه هتعملي ايه بالزبط يعني هيفضل مثلا في دار معينة تتكفلي بمصاريفه هاخده ان شاء الله عندي في البيت هتخديه عندك في البيت هو ولد انت عندك اساسا بنات او حاجة انا ما عنديش اي حاجة ما عنديك ايه ما عنديك ايه ما عنديك ايه تمام حاضر الدكتور هيوضح لحضرك شكرا يا امه محمد طيب اول حاجة زكاة المال وموضوع ان ناس خدوا الفلوس او كده ودي كانت زكاة مال هو الواضح ان ده مال زكاة والذي اخذ المال هو الشخص الذي سياخذ زكاة اصلا هو كانت امه محمد محتاجة او تريد يعني بدل ما هتعطي كل واحد مثلا الالفين دول شخص لا ممكن تقسمهم كل واحد متين مثلا ايه فجي شخص وخد الكيس وخد الالفين هذا رزقه هي اخرجت المال بنيتها ونيتها الزكاة وهذا شخص ممن يستحق الزكاة فاذا اخذها فيعني ربنا يبرك له في اللي خده تصرفه طبعا يعني اتصرف ليس حسنا لكن هي زكاتها صحيحة ولا شيء فيها هذا المال خرج بنية الزكاة واصل فعلا الى المستحق فالزكاة صحيحة ما يتعلق بقى بموضوع ان دي اسسن زكاة ذهب وان هي باعت جزء من الذهب ده بتمن معين عشان تطلع الزكاة بس خايفة يكون مع زيادة سعر الذهب ان يكون المفروض تطلع اكتر من كده هو احنا عايزين نقول في موضوع زكاة الذهب جمهور الفقهاء وهذا هو الذي عليه الفتوى في در الافتاءة المصرية ان حلية المرأة الذي هو بغرض الزينة والتحلي به وليس للاستثمار ولا لادخار مال في صورة الذهب هذا الذهب لا زكاة فيه لا زكاة فيه الانسان اخرج شيئا يعني جزا الله خيرا لا شيئ فيه طيب واحد حابب يأخذ بقول من اوجب الزكاة ولا خلاص انا انتو ماشي بالجمهور الفقهاء كلامهم سليم وكده لكن انا حابة اطلع زكاة مفيش مانع نشوف الذهب قيمته قد ايه ونخرج عنه عن القيمة 2.5% القيمة دي امتى احسبها دايما في موضوع الزكاة متى انظر الى القيم انظر الى القيم يوم وجوب الزكاة انا زكاتي يوم واحد رمضان يبقى يوم واحد رمضان بشوف الفلوس اللي معادي تساوي قد ايه مليش علاقنا بيوم 25 شعبان ولا ليه علاقة بيوم 30 شعبان ممكن السعر يتغير من اليوم للتاني السعر الذي يعتمد عليه الانسان وهو الذي يخرج الزكاة على اساسه هو السعر يوم نهاية السنة هو يشوف بقى الذهب كان عنده يساوي قد ايه مع المال الاخر والمجموع اذا بلغ النصاب فيخرج الزكاة اذا لم يبلغ نصاب فلا شيء عليه طيب السؤال الثالث ما يتعلق بكفالة طفل يعني عايزة تاخده عندها البيت وكده بس تقول هو عشان ولد انا الحقيقة مش فاهم قوي ما يتعلق يعني الفرق بين ولد او بنت بس تقولها يعني هتاخده وتربيه يعني بس هو الاشكال عند محمد عشان لما يكبر يعني تمام هي هتكفو الولد والولد لما يصل الى سن البلوغ 15 سنة او حاجة هيبقى وجوده مع هذه المرأة التي ليست من محارمه هل في حل ولا ايه فدلوقتي لو زي ما حدك طرحت على الامو محمد ان هي هتكفل في مكانه يعني هي تتحمل الانفاقات وكده نفاقات وكده ده تصرف جيد ومقبول وصحيح طيب حبة تأخذ الولد عندها في هذه الحالة نلجأ الى سبب من اسباب تحريم الولد على السائلة السبب ده لا يوجد الا الرضاع الرضاع نحتاج فيه ان يكون الولد اقل من سنتين فهي هتجيب سنتين لا بلاش طالما لسه ما جيبناش حد يبقى نجيب حد اقل من سنتين ولو اختها مثلا لها اخت ترضعه بحيث يصير ابن اختها من الرضاع طيب مفيش حد من الاسرة اللي ينفع ياثبت بهم التحريم يقوم بالارضاع ممكن هي تلجأ الى الاطباء فيما يسمى بجهاز ادرار اللبن يعني تلجأ اليه وترضعه بحيث تثبت الحرمة بينها وبينهم دي الطريقة الوحيدة اللي لو حابة تجيب الولد ويبقى عندها وما يبقاش فيه اشكال فيما بعد طبعا لو جابت بنت مفيش مشكلة الا لو تزوجت انا نفسي ما كنتش مستوع بالسؤال بس فهمت من شرح حضرتك شكرا جزيلا مهة سلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي السلام عليكم اهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي لو سمحت لا معلش الصوت بيقطع يا مهة مهة طيب معانا جاد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب طيب واضح ان في مشكلة كلمونا تاني طيب نفصل اكتر في موضوع كفالة الاطفال دي عشان الناس كتير بتبقى هدفها انها عايزة تعمل خير وعايزة يعني ايه ترعى الاطفال الايتام دول فحرك برضو تنصحنا بايه فيما يتعلق بالملف ده هو احنا اتكلمنا عن جزئية لو كان ولدا وسيقيم او يكون في كفالة الام لو اتت ببنت خلاص مفيش مشكلة مش محتاجين موضوع الرضاعة الا لو السائلة الكريمة عم محمد هتتزوج فهيبقى الزوج مع البنت برضو في نفس المشكلة يعني يبقى محتاجين الرضاعة الرضاعة ده فكرته هي فكرة جميلة جدا ولكن تحتاج الى تركيز لانه محتاج يكون والطفل اقل من سنتين فانا رايح اجيب حد لازم باخد بالا انا هعمليه طيب يتعلق موضوع الكفالة ساعت بعض الناس يقولوا ايه احنا هنجيب هذا الطفل ونكتبه باسمنا ايوا مدين نقطة اللي انا برضو سألتها فيها خفت لحسن نكونها نتواجه لو محمد هتجيب الولد وتكتبه باسمها ياخد اسمها واسم والدها وهكذا لا ده كده حرام لان كده دخلنا في التبني ايوا الفرق بين التبني والكفالة ان التبني ينسب الولد الى المتبني ان انا هنسيبه ليه كأنه ابني فكده يحصل اشكال بقى في الميراث واختلاط الانساب الى اخره ايه طب والكفالة الكفالة لا ما ياخدش الاسم الجهات المختصة في البلاد بتعطي الطفل المكفول الاسم الاول او لقب العائلة فمثلا اسمها وليكن فاطمة فيبقى محمد وفي خانة الام فاطمة فقط طب لما نيجى بقى نجيب بقى تسالسل العائلة لا ما نلاقيش التسميع مستمر ايه 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 فممكن الاسم الاول او لقب العائلة وده موجود يعني موضوع الشقق المؤجرة هذه تسمى في الفقه الإسلامي بالمستغلات عندنا الزكاة، زكاة مال، زكاة زروع، زكاة فطر، تجارة إلى آخره من ضمن الأنواع حاجة اسمها زكاة المستغلات المستغلات يعني أنا حاجة موجودة لا أبيعها لا أتاجر فيها ولا هي مزروع ولا هي فلوس سائلة ده شقة موجودة أقوم بتأجيرها وأخذ العائد أو تضر علي عائدا أو إيجار يعني أنتفع به وتبقى العين كما هي اسمها مستغلات حاجة أنا أستغلها هذه المستغلات أو المستغلات زكاتها أو الذي عليه الفتوى من يعني خلاف كبير جدا بين الفقه لأنه ده أمر يعني يعتبر جديد شوية أن المستغلات لا زكاة في قيمتها لا زكاة في قيمة الشقة شقة بخمسمائة ألف بمليون أيا كان لا زكاة في ذلك وإنما الزكاة في العائد كما يفعل الأستاذ أحمد يعني هو يأخذ العائد يضيفه على المال ويخرج عنه الزكاة هذا هو التصرف الصحيح طب هافترض أننا ما عنديش مال آخر ده هو العائد بييجي ويتصرف أول بول خلاص يبقى لا زكاة فيه يبقى هنا المستغلات لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيه ما يأتي من ورائها من مال إذا توفرت شروط زكاة المال خلاص هنتقل من المستغل يبلغ نصاب ويحول عليه الحول يبلغ نصاب ويحول حول ثم يخرج الزكاة ممكن نقوله النصاب دلوقتي ممكن يعني في حدود كام النصاب هو قيمة 85 جرام ذهب عير 21 نشوف 85 جرام عير 21 يعمله كام وهو ده النصاب اللي معه هذا القدر أو أعلى منه يبقى كده واجبت عليه الزكاة ويعد عليه سنة صح بكده يعني يفضل المال ده سنة بلغ النصاب ده صح كده الرقم واحد لازم المال يأصل نصاب طيب وصل نصاب السنة هتحسب إمتى من يوم ما بادأت أحوش لا السنة تحسب من لحظة أن بلغ المال والنصاب أيوة جميل فأنا بدأت حوشت ألف الشهر ده ألفين تلاتة كذا كذا لسه ما تشزكاة لحد ما بلغ وبقى 85 جرام ده أنا من هذه اللحظة دخلت شريحة الزكاة أبدأ أحسب سنة حتى لو في عشرين سنة قبل كده لا معلومش زكاة جميل جدا حج رضا سلام عليكم سلام عليكم أستعزنك بس تسمعنا من التليفون وقت التليفزيون اسمعنا من التليفون قول سؤالك على طول يا حج رضا احنا سامعين حج ربي بيجينا كمان ساعات وساوس يا فضلت الدكتور يعني فيما يتعلق حتى بموضوع الوضوء حتى وإحنا في الصلاة نفسها الحاجات دي إزاي الشرع يتعامل معها؟ هو الشرع فرق بين ثلاث صور صور صورة أولى هي الشخص الطبيعي لا عنده وسوسة ولا عنده أي حاجة في أي حاجة ده شخص يتوضع عادي ويصلي إلى آخره يعني حالة تانية لحالة وسط وهي حالة الشك أن الإنسان يتوضأ وهو في وضوءه يأتيه الشك الحالة التالتة الوسوسة الفرق بين الشك والوسوسة إن الوسوسة دي مستمر معاه في كل حاجة لكن الشك ممكن في وضوء وخمسة لا ممكن في صلاة الظهر وباقي اليوم الصلاة صحيحة وبعد خمس أيام مثلا يحصل يتكرر الأمر فالشك الشرع يقول ابن على الأقل نحن دلوقتي يا ترى أنا غسلت الإيدين إلى المرفقين ولا الوجه فقط خلاص يبقى ارجع وابدأ من بعد الوجه يعني كأن اللي انت شجع فيه كأنك ما عملتوش أنا جبت ركعتين ولا تلاتة يبقى رقم تلاتة دي مشكوك فيها لأن اتنين ده أقل لا أكيد أنا جبته فالغي اللي انت شاكك فيه وارجع ابدأ من بعد المتيقن ده في حالة الشك حالة الوسوسة لا ابن على الأكثر بقى هنعكس بقى خاطر فأنا ركعتين ولا تلاتة لا تلاتة طيب أنا غسلت الإيد إلى المرفقين ولا الوجه فقط لا يبقى غسلت الوجه واليدين أيضا طالما الموضوع متكرر على طول كده طالما متكرر يبقى بلغي الوسوسة وكمل فيما بعد أن وصلت إلي جميل جدا جي تلات أحوال للإنسان جميل أم خليل سلام عليكم أهلا وسلام بحضرتك كل سنة طيبين وحضرتك طيبة سنة رابعة وسنة قول عداد سنة رابعة وسنة قول عددي هم سمعيننا طيب طيب الدكتور محمود كده هيوجه لهم كلمة ربنا يبركلك فيهم يا رب شكرا يا أم خليل يعني هي أم خليل بيعني كأنها بتقول يعني هو كده نفع لا أهو ما ينفعش لكن هو دورك بقى يا أم خليل دلوقتي أن أنت تنصحي طبعا في سنة رابعة أو قول عددي لم يصلوا إلى السن صغيرين بردو لسه أيها لا فالنصيحة مستمرة معايا أنا هيئس من دلوقتي ده أنا لسه يعتبر لسه ما بدأتش في النصح أصلا فإلى أنت انصحيهم واطلوب منهم يصلوا مرة بعد مرة مع التكرار خلاص بيصير الأمر اعتياد لكن الصلاة مهمة جدا يا جماعة صلاة الفرائض الخمسة دي مهمة جدا زي ما احنا صايمين كده والناس فرحان خالص بالصيام ورمضان وجوه الصلاة أهم من كده كمان الصلاة دي عمود الإسلام فمن سنة ربعة سنة خمسة ستة كده بنبدأ نعود النشأ على الصلاة زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع فهنا هنعلمهم ونصبر عليهم فإن الله سبحانه وتعالى هناك في آخر بقى سورة طه لما تحدث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يأمر الناس بالصلاة وإلى آخر ما فيش إجبار يعني وإنما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصطبر يعني هنوعد بقى ندعي دلوقتي وبكرة وننصح بعدوه هكذا نستمر إلى ما لا نهاية فأم خليل ما تيأسيش ادعي لهم احنا في أيام فاضلة ادعي لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يوسر لهم الصلاة ويثبتها في قلوبهم ويحبب إليهم الطاعات ندعي كده مع أذن المغرب ندعي في التلت الأخير من الليل ندعي بين الأذن والإقامة كل دي مواطن إجابة فندعي ودعاء الأم كما يعني جاء دعاء الأم لا يرد جميل جدا أنا عايز برضو كلمة من حضرتك سريعة جدا لكل الأطفال الجمال اللي أكيد برضو بيتفرجوا علينا كده مع أهلهم فيما يتعلق بالصلاة والصيام والعبادات نقول لهم يعني اللي حابب ينجح ويبقى متفوق وشاطر وربنا يحبه ويجيب أعلى الدرجات ويبقى محبوب بين الناس يطيع ربنا من طاعة الله سبحانه وتعالى الصلاة أحلى حاجة نعملها وأفضل عبادة ممكن نقوم بها جماعة هي عبادة الصلاة نصلي حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلاة ويدعوا وإن شاء الله هتنجحوا ويجيبوا أعلى الدرجات وتبقوا متفوقين في حياتكم إن شاء الله بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شلبي أعمل الفاتوى بدر الإفتالة المصرية شرفتنا ونورتنا شكرا وبشكر حضرتكم وواجب صغير كده لو نقدر نقوم به النهاردة وهو عبادة الرضا يريد نرضى أولا عن الله عز وجل وعن أقدار الله في حياتنا نرضى عن نفسنا طالما عملنا اللي علينا وقومنا يعني باللي نقدر عليه نرضى كمان عن الناس وعن تصرفاتهم وعن اللي بيعملوا معنا ونفترض فيهم دايما حسن النية ربنا يرضينا ويرضينا جميعا أشوفكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله